هنسيب كورت القدم شوية هنرجع لها في الفقرة الحوارية بس أنا عايزة نروح كمان نتكلم شوية ونسلط الضوء على منتخب الشباب لكورت الياد بصراحة هو بيخوت حاليا المنافسات يعني للمونديال أو منافسات المونديال اللي هي موجودة في اليونان وهي منافسات بالمناسبة مش سهلة خالص يعني المشوار بيادة بمبارح كمان لو هنتكلم بلغة الأرقام فاز وفاز المنتخب بتاعنا فوز كبير جدا على منافسه كوبا بنتيجة 45-28 وحصل كمان تحديدا نحن نتكلم على يعني اللعيبة بتاعنا إسلام رادي حصل على لقب رجل المباراة ومبارح كمان كان في للأسف الشديد بعض الأحداث اللي كانتش أفضل حاجة منها إصابة اللعب الكبير بتاعنا أحمد حسام اللعب المنتخب كان جاله قطع في الروباط الصديوي ده أسوأ يعني أو دي أسوأ إصابة ممكن أن هي تصيب أي رياضة في أي رياضة كانت الأسف الشديد طبعا حيتم استبداله باللعب محمد عماد طبعا ده من منتخب 2004 فدي برضو نقطة جيدة أكيد هنقول ألف سلامة لأحمد وربنا إن شاء الله يوفق المنتخب والحقيقة لازم برضو نشيد بمنظومة كورت اليد في العموم لو هنتكلم لأنها شغالة على كل المنتخبات بقالها سنين يعني أنت مش تتكلم منتخب بفئة عمرية معينة لا أنت بتتكلم في كله مش هننسى كمان حظل منتخب الناشئين لو كلمنا كان 2018 لو أنا مش غلطانا لقب بطولة العالم في إنجاز كان طبعا غير مسبوء وإحنا كلمنا عنها بعد كده يا كريم لما جينا كمان نتكلم بتاريخ بقى المنتخب كلمنا عن كل البطولات دي وكمان من الشباب في 2019 لما حصدوا على برونزية المونديال فيعني إن شاء الله نقدر نقول إن الجيل الحالي لا يقل أبدا أبدا كمان في نتائجه عن الأجيال السابقة وحصد لقب المونديال المقام زي ما كنتوا بقول لحضراتكو يعني حقا بأثينا المنتخب كمان بتعلن الكبار الموجود يعني دايما ضمن السبعة أو الرانكينج رقم سبعة أو ضمن السبعة الكبار على العالم أنت بتتكلم كل دي مؤشرات أكيد عمل جماعي منظومة نكحة المنظومة هي لما تكون نكحة بيبقى فيه ثمار على الأرض بهذا الشكل فكل التوفيق ليه بس كان لازم بصراحة نشيد برجال اليد عندنا لأن هم يمكن أنا أقول لك على حاجة بقى بمنتظة صراحة يمكن هم مقدمين أفضل من كرة القدم يعني أنا أسف أن أنا بقول كده بس لو أنت جيت تتكلمت بعدد بطولات وبأرقام لأ اليد حاجة تانية نتمنى كرة القدم توصل ووصل له عندنا منتخب اليد حقيقة واتمنى الاتنين يوصلوا للسكواش المصري بحققوا على المستوى العالم طرامة بتكريمي على منظومة لأن فعلا أي نجاح في الدنيا أكيد ما بيجيش بشكل عشوائي لازم يكون وراء منظومة وناس بتشتغل بجد كل حاجة بتدرس كويس قوي قبل ما في أي قرار بيصدر عنهم لازم يكونوا درسين الموقع كويس قوي مستعدين لكل الاحتمالات الوردة شغل مؤسسي ده بينتج عنه نجاح مدموس وزي ما احنا بتتكلم عندنا من استعرض مع حضراتكم نجاحات لأنظمة نجحة فنتج عنها برضو نجاحات مدوية في بطرات مختلفة في رياضات مختلفة شكرا